شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد بتسليم عدد من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ستقدم خدمات التوكيلات والشهر العقاريب الإسكندرية وأكدت وزيرة التخطيط أهمية مشروع مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة موضحة أن جائحة كورونا دفعت كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للبحث عن ابتكارات جديدة في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها افتتحت وزارتي العدل والاتصالات مكاتب توثيق الدخيلة ومصطفى كامل ومحكمة الدخيلة بعد تطويرهم مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين الحقيقة أننا هنا أمام شهر عقاري وفرع توثيق مميكان تستطيع أن كل سادة المواطنين يقدوا مصالحهم هنا بسهولة ويسر ويستطيع كل مواطن أيضاً ولا بدعوه لأنه يستخدم التقنية الموجودة على الموبايلات واللابتوب في أنه ينجز معاملته وهو قاعد في مكانه يدوب يجي بس إلى مقر الشهر العقاري أو فرق التوثيق للاستلام والتأكد من الشخصية بنستخدم التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين شوفنا النهاردة الماكينة اللي بتستخرج منها كل الخدمات المطلوبة من المحكمة الشهادات كلها اللي بتطلب في خلال السواني بتاخد الشهادة اللي انت عاوزها خدمات مختلفة يقدمها الشهر العقاري بعد تطويره لكنها لا تقتصر فقط على المكاتب فقد طورت الوزارة خدمة التوفيق عن طريق سيارات متنقلة تقدم نفس الخدمات من توكيلات عامة وتوكيلات خاصة وإثبات تاريخ للمقرارات العرفية مثل عقود الإيجار بالإضافة لخدمات مصر الرقمية لتسهل على المواطنين نفس الخدمات إلكترونيا بل وزيادة عليها ترخيص السيارات والتموين والسجل التجاري بدون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الهدف الأسمى للحكومة المصرية هو أننا بحقق رضا المواطن عن طريق أننا بحقق له بقدم له خدمات بشكل سريع وبشكل كف النهاردة هذه الخدمات بيتم موجود فيها خدمات التوثيق وشهر العقاري لدينا أيضا عربات متنقلة بتقدم خدمات المحليات بكافة أنواحها للمواطنين برضو بشكل متنقل عندنا ثلاث عربات موجودة في محافظة إسكندرية للخدمات التوثيق وشهر العقاري وعربيتين خاصين بالمحليات العربية بتخدم حاجتين أساسيين بتخدم المواطن اللي هو مش قادر ينزل من بيته أو عندوش الوقت أن ينزل من بيته فممكن العربية تيجي لغاية البيت أو تيجي لغاية المجمع السكني أو تيجي لغاية المنطقة ده الهدف الأولاني الهدف الثاني إنها لو عندي تكدس في أي مكان أنا بنبعط العربية على طول بمرأبين كل المكاتب وكسافتها ويمكن النهاردة الكسافات موجودة على مصر الرقمية حتى المواطن يقدر يبص عليها كنت جاي بعمل توكيل بيع شقة وكانت الإجراءات كلها ظريفة جدا من أول ما جينا الصبح وأخدنا الأرقام بدأوا ياخدوا الأرقام الموظفين طبعا مع بداية اليوم الموضوع كله ما أخدش تقريبا عشر دقيق طبعا التعامل أو التحويل من شباك لشباك كان ثلث جدا الحمد لله الإجراءات ميسرة جدا فيه فعلا بين دلوقتي وما قبل الحمد لله الإجراءات ميسرة وكل موضوع بيمشي بثلاثة الحمد لله محاور عدة من بنية تحتية وبناء للقدرات وتحديث لمنظومة الشهر العقاري والتوفيق ورفع كفاءته وميكانة جميع الخدمات لتقديمها إلكترونيا للمواطنين مشروع قومي لتطوير وميكانة التوفيق بالشهر العقاري من مكاتب وسيارات متنقلة تنفذه الدولة دمن استراتيجية شاملة لبناء مصر الرقمية للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية كريم بيبرت التلفزيون المصري